موسيقى الخالق المحب أعطى مخلوقاته عطايا سمينة وأهم هذه العطايا هي الحرية والاختيار وثانيا الحياة الحياة لا فقط الحاضرة القصيرة بل أبدية لكن حدث في الكون شيء محزن جدا نقرأ في الكتاب المقدس بكل وضوح أن واحد من خلائقه لبل الأول تمرض على الله ولم يطع قوانين الله العادلة فسقط وأيضا الحدث الثاني الذي جلب الكدر والحزن هو تمرض الإنسان ولم يحفظ وصايا الله التي إذا حفظها سيحيى بها الله لم يعطي وصايا سقيلة بل أعطاها للإنسان لمخلوقاته لكي تكون الحياة أفضل وأن يسم الإنسان هذه الوصايا سميت وصايا أو ناموس الحري الله أعطانا أيها العزاء بدل الحزن والخوف الله قال الإنسان لأنني أحبك وأريد أن أعطيك فرصة ثانية نسل المرأة سيسحق رأس الحية التي هو أبليس لأنه يولد لنا ونعتبنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام هذا هو وعد الله السمين وآدم محواء قبلاء الزبيحة وعاشا وسيكنا ثانية وسيرجع مع كل المؤمنين والمطيعين لوصي الله إلى الفردوس الأبدي الوصايا أيها العزاء هي أعطيت لخيرنا ولخلاصنا ولسعادتنا فهكذا السيد المسيح نقول هناك نبوءة عنه أنه في رسالة بوروس إلى أهل فليبي إذ أخلى نفسه يسوح هو إله قدير أب أبدي رئيس السلام أخلى نفسه آخذا صورة عبد وإسارة في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطى حتى الموت موت الصديق مات يسوع من أجل الخطات الذين أولهم أنا قال بولوس الرسول إجرت الخطيئة موت ولكن هبت الله حياة أبدية بالمسيح يسوع إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض وإن أبيتم وتمرتم تأكلون بالسيف الطبيعة أيها الأعزاء تطيع قوانين الله لكي تستمر لذلك نحن علينا أن لا نتمرد بل أن نسمع ونحفظ ونطيع حفظ الوصايا هو لحماية الإنسان لكي يحيى حياة أفضل الحرية في إطاعة القانون هذه الحرية والوسايا أيضا من يعملها يحيى بها من حفظ الوصايا؟ هابيل حفظ فأرض الله أخ نوخ حفظ الوصايا وصار مع الله لكن قاين تمرد وهناك من يتمرد حتى اليوم في كل مكان من هو الذي أطاع ونستطيع أن نأخذه مثالا لنا في حياتنا؟ شخص كان يعيش كان يعيش في بلاد تعبد الأوسان في مكان ما في العراق هناك في أور كان يعبد كانوا الناس يعبدون الأوسان لكن شخص هناك رفض أن يعبد الأوسان القمر والنجوم فدعاه الله وكان اسمه أولا إبرام قال له الله إبرام اترك عشيرتك وأهلك وازهب إلى المكان الذي أريك كان من الصعب جدا في ذلك الوقت أن يترك الإنسان أهله وعشرته أور الكلدانيين كانت من المناطق أو البلاد المتقدمة كثيرا بالعلم والمعرفة بأن يغامر ويقطع مسافات شاسعة لكي يأتي إلى أرض الموعد كان هناك مغامرة لكن الرب قال سأكون معك إبراهيم أطاع وسمي خليل الله كلمة خليل أقوى من كلمة صديق خليل فصار إبرام لماذا؟ لأنه أطاع وكلنا أيها الأحباء إذا أطعنا الله وسمعنا وصياه سنكون أحباء وأصدقاء لذلك الناس يتسابقون أبونا إبراهيم كل واحد يقول أنا الإسلام اليهود المسيحيون كلهم يتسابقون لكي يكون إبراهيم الذي غير الله اسمه من إبرام إلى إبراهيم أب لجمهور الله أعطاه أن يرى لأنه أطاع أن يرى أرض الموعد هذه الأرض التي الله سيكون معه ويباركه لذلك أنا أحببت أن ندرس عن حياة إبراهيم بتدقيق ونتعلم من طاعته فهنا كان حوار بين يسوع المسيح وقادة اليهود الذين كانوا يتشدقون بأنهم هم الشعب المختار هم الشعب الخاص هم أبناء إبراهيم وكانوا يقاومون سيد المسيح المسيح المنتظر اللي كان هو رجاء الأمم مشتهى كل الأمم فعندما حاوروا يسوع قالوا له من أنت؟ قال تعرفون الحق والحق يحركم الحق يعرفكم الحق الحق أقول لكم قالوا له نحن زرية إبراهيم لن نستعبد لأحد قط فكانوا دائما يقولون ويفتخرون بأنهم أبناء إبراهيم فقالوا فقالوا نحن أحرار لأننا أبناء فقال من يعمل خطيئة هو عبد الخطيئة إن حراركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار فقالوا له مرة ثانية إبراهيم أبونا الله أبونا إبراهيم فلا فقط الدعو بأن إبراهيم الله أبوهم كلنا نحن لازم نؤمن بأن الله هو أبو أبو الكل يسوع علمنا صلوا أبانا الذي في السماوات لكن هنا من يدعي أنه ابن إبراهيم أو ابن الله ينبغي أن يبرهم قال لهم يسوع لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم ليه شو عمل إبراهيم إبراهيم أطاع ضحى ترك أهله ومشي مع الله سار مع الله وغامره وبعدين أعمال إبراهيم هل أبا نترس عن أعمال إبراهيم يقول الكتاب المقدس إبراهيم أطاع وسمع حفظ لي وصاياي وبعدين فقالوا نحن لم نولد من زنا فقال لهم يسوع بكل صراحة لكن بكل وضوح أنتم من أب وهو أبليس وشهوة أبيكم تريدوا أن تفعلوا ذاك كان قتالاً للناس من البدع لأنه لم يثبت في الحق أيها العزاء هذا الحوار اليوم نحن بحاجة لذلك الدرس الذي أعطاه يسوع المسيح لقادة اليهود اليوم الكل يتسابق الكل من يدعي ويظن بأن إبراهيم له وليس لغيره جيد أن نقول أبونا إبراهيم نعم الكتاب المقدس يقول لنا إن كنا نفعل ونعمل أعمال إبراهيم نحن نعم روحيا لأنه السيد المسيح جمعنا سيد إبراهيم المهم هو ليس القول ليس الإدعاء إبراهيم برهن عن طاعته المطلقة عمليا لا بالكلام بالإيمان والطاعة ونرى هنا شيء جدا جدا مهم أيها العزاء كيف أطاع إبراهيم هل هذا ممكن هل هناك إنسان هل هناك إنسان اليوم إذا الرب دعاه مرة مرة كما دعى إبراهيم يطيع نقرأ هنا في الإصاحة الثاني عشر من سفر التكوين فقال الله يا إبراهيم أنت أطعت وتركت أهلك أنا بدي أطلب منك شيء تاني مهم كتير انتبه يا إبراهيم أنا الله أتكلم معك خلال رب لي إبراهيم اذهب من أرضك ومن عشيرتك وبعدين بيقله هون خذ ابنك وحيدك خذ ابنك الذي تحبه وحيدك واجهب وقدمه زبيحة ابنك وحيدك الذي تحبه قدمه زبيحة يا الله أنت تطلب مني أن أسبح ابني وأقدمه على المسبح هذا تطلب لا لم يجادل الله لم يحاور لأن إبراهيم أطاع بإيمان بفهم لأنه عرف أن الله محبة ونظر بعين الإيمان إلى المستقبل عندما سيقدم الله ابنه الوحيد على الصليب من أجلنا سيد المسيح قال إبراهيم تهلل أن يرى يوم قال لليهود فرأى وفرح كيف رأى إبراهيم يوم المسيح إبراهيم بالإيمان رأى المستقبل البعيد رأى يسوع الله يتواضع أخذ سورة إنسان وتألم وصلب ومات رأاه يقوم منتصرا فرح عندما ولد يسوع فرح عندما رأى يسوع يغلب القبر والقطيئة فرحة جدا إبراهيم رأى وفرح لذلك أيها الأعزاء أطاع وبالفعل بالفعل كان إبراهيم سيقدم ابنه الوحيد على الزبيحة ليه؟ لأن الكتاب المقدس في سفر العبرانيين آمن إبراهيم لصراح الحادي عشر يقول هنا بأن إبراهيم آمن بأن الله سيقيمه من الأموات لو أنه لو أنه قدم ابنه على المسبح سيق الله الذي يعطي الحياة الذي به نحيا ونتحرك ونوجب وسيعطي الحياة ثانية لإسحق المطيع هل تمرد إسحق على أبي؟ لماذا؟ لماذا؟ كان باستطاعته أن يتمرد كان شاب قوي كان بيستطيع أن يحاور ويقول له هذا ممنوح هذا ضد وصال الله لكن قال يا أبي لأنك أنت تطيع الله أنا سأطيعك يليت يليت أبناء وبنات يطيعون أهلهم الذين يطيعون الله ويحفظون وصياء لكن الله تدخل أيها العزاء تدخل وقال لا يا إبراهيم أنا أعرف أنا أعرف أنك مخلص الله لا يطلب مننا المستحيل إذا جربنا يجعل دائما مع التجربة منفذ أو خلاص لذلك إبراهيم لما طلب منه الله أطاع طبيعة الإنسان أيها العزاء هي التمرد التمرد هذا شيء موجود في كل إنسان فماذا نتعلم من إبراهيم هل فقط نقول أنا أبي إبراهيم أتخلصا مع اليهود ومع الإسلام وأقول لا أنا أبي إبراهيم إن كنا أبناء إبراهيم مستعدين أيها العزاء الله لن يطلب مننا أن نقدم أولادنا زبيحة طلب مننا أن نقدم أنفسنا زبيحة حية مرضية عند الله عبادتنا العقلية إبراهيم ربما قال يا رب أنا مستعد أني أقدم حالي لا أنا كي صعب علي أني أقدم أنا أقدم حالي لا أنا بدي أقدم وبالفعل فهم إبراهيم تماما خطة الخلاص أطاع حتى ابنه الوحيد الذي أحبه المسيح أيها العزاء هو معلم الطاعة الذي وجد كهيئة كهيئة إنسان في فليب بثنين وأطاع حتى الموت موت الصريب على ما أطاع حتى الكتاب المقدس يقول بأن يسوع كان مطيعا لقديسي مريم وللبار يوسف طبعا يسوع مثال لنا في ابن الوحيد علمنا لازم نتعلم الطاعة لأنه إذا تمردنا على قوانين السير قد يحدث هناك حادث خطير وقد نموت أو نميت آخرين الطاعة ينبغي أن نكون طائعين لوصايا الصحية الله يقول لا تأكل كذا لا تشرب كذا الدكتور يقول هذا ممنوع بالنسبة لك أنا كنت جار لعائلة كان عندهم ولد وحيد ولد وحيد بيحبوه كتير وهالولد هيدا مرد والدكتور قال لهم ما لازم يعمل كذا 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 أعطاهم إرشادات لكن لي أنهم بيحبوا كل ما طالب الولد بيعطوه شو من بده مقدم إلوه ومع الأسف أنا شفت بعيني الولد اللي كان سبب فرح لأهله مات لماذا؟ لأنه خالف الوصايا الصحية اللي كان لازم ينتبه له نحن أيها العزاء وصال الله دايما هي لخيرنا ينبغي أن نطيع يسوع بعدما صلب وقام وصعد إلى السماء أوصاهم أوصى التلاميذ قال لهم لا تبرحوا رشالين حتى تنالوا الروح القدس موعد الآب في أعمال الرسل الإصاحي الأول لأنه لو ذهبتم بدون أن تنالوا قوة الروح القدس ستفشلون لذلك التلاميذ أطاعوا أطاعوا جدا وبالفعل لأنهم أطاعوا كلمة يسوع انسكب عليهم الروح القدس وعملوا عجائب باسم المسيح وشفوا مرضى حتى أقاموا موت باسم يسوع وعمدوا الأهلاف ينبغي أن دائما نتعلم الطاعة يسوع أوصاهم لتلاميذه كما يسينا اليوم بأشياء كثيرة لصالحنا قال لهم متى رأيتم هذه من العلامات اللي أعطاها في إنجيل ناجيل متى أربعة وعشرين متى رأيتم رجل رجل الخراب هناك في فلسطين في في البلاد في القدس أعلموا أنه دمارها قريب وبعدين قال لنصلوا لكي لا يكون هربكم في جتاء ولا في سبت بالفعل وقت سنة السبعين ميلادية هذه حقائق تاريخية ثابتة عندما كانوا في أورشاليم تماما سنة السبعين ميلادية جاء الرومان وأحاطوا ب أورشاليم لأن دمار أورشاليم قد اختر التلاميذ تذكروا سيد المسيح قالنا لا تبرح ورشاليم ابقوا هنا متى رأيتم صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت ليش السبت ويوم الرب وكانت تغلق الأبواب المدينة الكبيرة لا أحد يدخل ولا أحد يخرج يوم عبادي فصلوا وسمعوا أن الرومان أحاطوا بالمدينة لكن كيف بدنا نقدر نهرب كيف بدنا نخلص يسو قالنا هيك حدث شي غريب بمشيئة الرب بعنايته الجيش الروماني ترك المدينة وذهب إلى مكان آخر فالمؤمنون قالوا لنهرب الآن هذا هو الوقت فهربوا وسعدوا إلى الجبل وخلصوا من دمار ورشيم رجع طيثس الروماني وأحرق المدينة وأحرق الهيكل أيها الأعزاء لأنهم أطاعوا لأنهم أطاعوا وسمعوا وصايا الله وقبلوا كلمة يسوع المسيح إبراهيم سمي خليل الله نحن أيها الأعزاء لكي نكون أبناء إبراهيم لا فقط لكي نكون أبناء الله كل الذين قبلوه قد دعاهم أولاد الله أي المؤمنون به كل الذين أطاعوه وسمعوا كلامه المسيح لأنه أيها الأعزاء في رومي خمسة سيجعل الذين يطعونه سبب خلاص الذين لكن اللي تمردوا بتتذكروا اللي تمردوا على وصاياه تمردوا على كلامه ماذا حدث لهم في البري أكلت حيات وماتوا في الصحراء يسوح خضع وعلمنا نحن أيضا لكي نخضع الطاعة لوصايا الله ليست الطاعة ليست خناعة ليست جبن بل هي شجاعة إطاعة وصايا الله هي أفضل لنا هنا وللأبدية في قصة كثير حدثت مؤخرا في الثمانينات هنا في أمريكا في جبل اسمه اسمه جبل سانت هالين والعلماء قالوا سيحدث بركان رهيب فالعالم سمعوا أطاعوا تركوا عشرات العائلات تركوا الجبل لكن شخص اسمه مستر كارتر أحب الجبل وقال لا أنا ما بدي أترك أعطوه إنزار كثير لكن لم يترك وأتت اللحظة الأخيرة وانفجر البركان انفجارا رهيبا جدا ومع الأسف مستر كارتر مات ولم يطيع نريد أيها الأعزاء أن نكون أبناء إبراهيم الذي كان خليل صديق الله ونقول الرب بريدك وبيريدك أننا نكون أصدقاء أبناء نمطيع وصياه ونحفظه الذين يدعون اليوم أيها الأعزاء بأنهم أبناء إبراهيم لو كان إبراهيم لو كان إبراهيم عارف بما يحدث في هذا العالم وكيف يتصرف من يدعون بأنهم أبناء إبراهيم لا بل أبناء الله كيف يعيشون الحياة الشريرة كيف يخالفون الوصايا كيف يتبعون الشرور كان إبراهيم يخجل ويستحيب بهم نعم أيها العزاء لكي يفتخر بهم إبراهيم لكي يفتخر بهم يسوع ويباركهم مرة والدي كان مختار القرية أنا عملت شيء كولد والدي كان غضبان وقال لي أنا أنا لا أعتبرك ابني أنا أغجل لحد اليوم بعد خمسين ستين سنة سمعين سنة بعد نفكر أنه كيف أنا والدي قدام العالم بيقول لي أنا بخشل فيك عندما يأتي يسوع المسيح أيها الأحبة هل يقول لي اذهب عني يا أيها المتمرض العاصي أو يقول لي نعما أيها العبد الصالح والأمين أيها العزاء إبراهيم الخليل أبو المؤمنين الرجل الذي علم العالم الطاعة والتطحية حتى بابنه الوحيد سيكون عن يمين يسوع في ملكوته السماوي وإسحق سيكون هناك هل تريد أن تكون هناك إن سمعتم وأطعتم تأكلون خير الأرض الأرض الجديدة وإن أبيتم وتمردتم تأكلون بالسيف لأن فمر بتكلم الله لا يسر بموت من يموت بأن يرجع وأن يتوب تعالوا إلي من يأتي إلي لا أخرج خارجا كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يكونوا أولاد الله أي الذين يؤمنون باسمه باسمه العجيب يسوع المسيح أيها العزاء علمنا الطاعة طاع حتى الموت موت الصليب فأنت وأنا لخيرنا لخلاصنا لحياتنا الأبدية السعيدة ينبغي أن نقول نعم يا رب لا للشيطان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا